مع عودة مسألة المنشآت والموانئ النفطية المقفلة منذ يناير الماضي من قبل موالين لحفتر إلى النقطة الصفر مجدداً، يبدو أن عدد خسائر الإقفال التعصفي للشريان الحيوي للدخل الليبي سيواصل الارتفاع لمستويات كبيرة. الخسائر المالية لهذا الإقفال تقترب من حاجز السبعة مليارات دولار، وفق ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط مع استنكارها وتنديدها في بيان لها للإغلاق المتجدد لصدرات النفط، دعية في الآن ذاته مجلس الأمن إلى محاسبة الدول المسؤولة عن ذلك، والسماح لها باستئناف صدرات الخام للخارج، وهو ما ذهب إليه رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله بعد إعلانه رفع حالة القوة القاهرة وتحميل ناقلة النفط كرياتي باستيون وتزويدها بالخام من ميناء الصدر النفطي، حيث أشار صنع الله حينها إلى أن المؤسسة بدأت عملها، وأنها ستركز الآن على الصيانة وتأمين ميزانية خاصة بهذا الصدد، مؤكداً أن البنية التحتية النفطية تتعرضت لأضرار دائمة جراء الإغلاق. ومع توقعات الخبراء بأن يرتفع الإنتاج من 90 ألف برميل يومياً إلى 150 ألف برميل مع ارتفاع تدريجي في غضون ثلاثة أشهر، وصولاً إلى معدلات تتراوح ما بين 400 ألف و 650 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى وضع خطط بشأن إدارة إيرادات النفط وتوزيعها بشكل عادل، إلا أن هذه التوقعات والمبادرات قد لا ترى النور في ظل تعنت ميليشيات حفتر وضربهم عرض الحائط لكل الجهود الرامية لحل هذه الإشكالية الممتد ضررها على الاقتصاد الوطني منذ ستة أشهر. فعلى مستوى السوق المحلية فقد شهدت أسعار الدولار بالسوق الموازية في مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاعاً تجاوزاً نصف دينار عن السعر الذي أغلقت عليه السوق الأسبوع الماضي، ما سيؤثر سلباً على أسعار السلع والمواد الضرورية للمواطنين، خصوصاً مع اقتراب عيد الأطحى المبارك وانتظار توقعات لأسعار مرتفعة للأضاحي هذا العام، بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا التي شلت النشاط الاقتصادي بشكل غير مسبوق. إذن هي مؤشرات تزيد من تهالك الاقتصاد بالبلاد وتتواصل وطيرتها مع جل المشاكل التي تواجه المواطن بشكل يومي، ولا أحد يعلم متى ستنجلي هذه الأزمات المتلاحقة.